وينضم إلينا من بغداد مرسلنا مصطفى القطان مصطفى ورقة الرفض في تسيير الأعمال كان يلوح بها السيد عبد المهدي قبل أيام للضغط على الكتل السياسية لقبول حكومة علاوي الآن بعد أن صارت واقع كيف تنظر لهذه الورقة من قبل الكتل السياسية يعني ربما السيد عبد المهدي يريد أن لا يتحمل وزر القرار السياسي الذي أقصى محمد توفيق علاوي من أن يكون رئيس الوزراء العراقي المقبل وربما هذا الأمر كان واضحا في الكتاب الذي أرسله لرئيس البرلمان ورئيس الجمهورية الذي تضمن عددا من التوصيات التي أوضحها رئيس الوزراء المستقيل ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبد المهدي والذي دعا الانتخابات المبكرة أن يحل البرلمان نفسه وكذلك أوضح بأنه لن يكون في رئاسة الوزراء ولن يتصدر المشهد يريد لأحد نوابه أن يكون يدير الأعمال بشكل طبيعي وأن ينزوي هو بعيدا عن هذا المنصب بالتالي هي محاولة للتخلي عن المسؤولية أو تخفيف ضغط المسؤولية عنه باعتبار أن المرحلة المقبلة هي مرحلة صعبة بشكل كبير يدرك عدل عبد المهدي بأن أمام الكتل السياسية تحديات كبيرة ولذلك وذكر أيضا المادة 81 التي تخص قيام رئيس الجمهورية بتصريف الأعمال وبالتالي ربما هي محاولة لدفع الكتل السياسية إلى حل حالة الأمور وإيجاد حلول سريعة باعتبار أن العراق الآن يواجه تحديات كبيرة على المستوى السياسي عند من مستطوى؟ يعني الحلول السريعة الآن هي عند من؟ بالتأكيد عدل الكتل السياسية داليا باعتبار الكتل السياسية والبرلمان القوة السياسية المنخرطة داخل البرلمان هي من قالت كلمتها وهي التي الآن تمسك بزمام الأمور وهي من دفعت بمحمد تنفيق علاوي إلى الاعتذار عن تشكيل الحكومة بالتالي الآن تقع المسؤولية على هذه الكتل حتى رئيس الجمهورية الآن الدستور يخول رئيس الجمهورية أن يكلف شخصا يراه هو مناسبا لكن في رسالته هو أمس رماء الكرة مرة أخرى في ملعب برلمان وطالب الكتلة الأكبر بتقديم اسم تراه مناسبا غير جديد من أجل تشكيل الحكومة باعتبار أنه يعي جيدا أيضا برهام صالحي يدرك أن هذه المهمة لن تكون سهلة بأي شكل من الأشكال شكرا جزيلا زمينا من بغداد مصطفى القطان شكرا جزيلا